اهلا بكم حبيبي تلميذ الصف الرابع اللي ابتدائي علشان الاسمة واحدة من العمليات الحسابية المهمة في الرياضيات زي الضرب والجمع والطرح هنتعلم نحل مسائلها باكتر من طريقة خدنا في الدرس اللي فات اول طريقة لحل مسائل الاسمة وهي استراتيجية نموذج مساحة المستطيع والنهاردة في الدرس التلاتاشر من الوحدة السبعة هو رزمية خارج الاسمة بالتجزئة هنتعلم فيها استراتيجية خارج الاسمة بالتجزئة وهنشوف ازاي ممكن نستخدمها في حل المسائل تعالوا في بداية درسنا نراجع مع بعض استراتيجية مساحة المستطيل في الاسمة في نشاط اسمه مطابقة النماذج اللي موجود في جزء استكشف في الكتاب عندنا في صفحة 311 وتعالوا نفتح الكتاب ونشوف ايه اللي موجود في النشاط موسيقى هنلاقي عندنا في جزء استكشف مسألتين اسمة محلولين باستخدام استراتيجية مساحة المستطيل ومطلوب مننا نكتب معادلات مسائل الاسمة التي تتطابق مع الحلول اللي موجودة عندنا هسيب لك وقت تكتب معادلة الاسمة للمسألة الاولانية من النموذج اللي معروض في الكتاب وبعد كده نراجعها مع بعض موسيقى بعد ما كتبتوا المعادلة في كتابكم تعالوا نراجع مع بعض الحلول ونحل المسألة التانية كمان زي ما انتوا شايفين النموذج اللي مرسوم في المسألة الاولى مكتوب فيه 3 اعداد جوه النموذج مكتوب 360 و18 والعدد المقسوم عليه اللي هو الستة دايما اللي بيبقى موجود على يسار المستطيل اللي هو الستة دي بنسميها المقسوم عليه علشان نجيب خارج الاسمة هنلاقي الاعداد اللي مكتوبة تحت المستطيل اللي هي الخمسين والعشرة والتلاتة عايزين دلوقتي نحدد المقسوم في المسألة علشان نجيب المقسوم هنعمل ايه؟ هنحتاج ان احنا نجمع الاعداد اللي داخل المستطيل يعني هنجمع التلتمية زائد الستين زائد التمنتاشر واللي هيكون مجموعهم تلتمية تمانية وسبعين تعالوا بقى دلوقتي نكتب معادلة الاسمة يبقى هنكتب تلتمية تمانية وسبعين على المقسوم عليه زي ما اتفقنا اللي هو الستة وخارج الاسمة او ناتج عملية الاسمة زي ما قلنا هنجمع الاعداد اللي مكتوبة تحت المستطيل او خارج المستطيل اللي هي خمسين زائد عشرة زائد تلاتة اللي هي بتدينا تلاتة وستين وهو ده خارج عملية الاسمة وعايز اقولك المسألة دي ما فيهاش باقي طيب بنفس الطريقة عايزين نحل المسألة التانية ونكتب المعادلة بتاعة الاسمة هنحدد المقسوم علشان نحدد المقسوم هنعمل ايه هنجمع الاعداد اللي موجودة جوه المستطيل اللي هي أربعة تلاف زائد ألف ومائتين زائد ربعمية زائد تمانية وعشرين اللي هيكون مجموعهم خمس تلاف ستمية تمانية وعشرين بس لازم ناخد بالنا ان المسألة دي فيها باقي اسمة وهو التلاتة باقي الاسمة مكتوب على جنب المستطيل باقي الاسمة ده هنحتاج نجمعه مع العدد المقسوم يبقى العدد المقسوم هيبقى عبارة عن خمس تلاف ستمية تمانية وعشرين اللي هي الاعداد اللي داخل المستطيل زائد التلاتة اللي هيبقى الاسمة يبقى المقسوم دلوقتي خمس تلاف ستمية واحد وثلاتين تعالوا نكتبه ده كده المقسوم طب المقسوم عليه اللي هو الاربعة اللي بتبقى مكتوبة على جنب أو على يسار المستطيل يبقى هنعمل علامة الاسمة على ونكتب المقسوم عليه اللي هو اربعة طب بالنسبة لخارج الاسمة أو الناتج هنحتاج نجمع الأعداد اللي موجودة خارج المستطيل اللي هي ألف زائد التلتمية زائد المية زائد السبعة اللي هما هيدونا ألف ربعمية وسبعة بس عايز أقولك لازم أن نكتب هنا والباقي أو باقي القسمة ثلاثة دي كانت مراجعة بسيطة لعملية الإسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل اللي درسناها في الدرس اللي فات وكمان قبل ما نروح للإستراتيجية الجديدة في الإسمة تعالوا نقول شوية الغاز مع بعض ونعملهم على الصبوع طبعاً احنا عارفين أن عملية الجمع عكسها عملية برافو عملية الطرح هذه عملية الجمع عكسها عملية الطرح وطبعاً كمان عارفين أن عملية الضرب عكسها عملية الإسمة طيب احنا عارفين طبعاً أن الضرب هو تكرار لعملية الجمع الضرب ده تكرار لعملية الجمع وبالتالي عملية الإسمة هتبقى تكرار لعملية الطرح يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلاً لو كتبنا خمسة فاربعة الخمسة فاربعة دي معناها إيه؟ معناها أن الخمسة بتتكرر أربع مرات يعني ممكن نكتبها بالشكل ده خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة تكرار عملية الجمع ده بيوصلني للضرب اللي هو خمسة فاربعة طب تعالوا بقى نعكس الكلام ده ونشوف إزاي الضرب عكس الإسمة في مسألة زي مثلاً لما نقول 42 على الستة لو قلنا 42 على الستة نقدر نستخدم تكرار الطرح وإحنا بنحلها تعالوا نشوف مع بعض كده هنطرح الستة من الـ 42 كل مرة نقرر الطرح لحد ما نوصل ونشوف الناتج هيكون إيه؟ لو إحنا قلنا 42 طرحنا منها ستة هتدينا كم؟ هتدينا ستة وثلاثين طيب الستة وثلاثين لما نطرح منها ستة هتدينا كم؟ هتدينا تلاتين طيب التلاتين نطرح منها ستة هتدينا اربعة وعشرين اللي اربعة وعشرين لما نطرح منها ستة هتدينا كم؟ هتدينا تمنتاشر الـ 18 نطرح منها 6 هتدينا 12 الـ 12 لو طرحنا منها 6 هتدينا 6 والـ 6 لو طرحنا منها 6 هتدينا 0 ويبقى كده هخلصنا الـ 42 اللي كانت معنا في الأول طب تعالوا نشوف احنا قررنا الـ 6 كام مرة ادي هنا قررنا الـ 6 مرة وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 4 وهنا 5 وهنا 6 وهنا 7 مرات قررنا الـ 6 وبالتالي نقدر نقول ان الـ 42 على الـ 6 هتدينا 7 اللي هو ناتج تكرار عملية الطرح المثال ده وضح لنا ان الاسمة هي عملية طرح متكررة مش بس كده ده كمان الطرح هيفدنا كتير في الاستراتيجية اللي هنتعلمها النهاردة واللي بتبدأ معنا في الدرس في نشاط اسمه خوارزمية خارج الاسمة بالتجزئة اللي موجود في جزء تعلم في الكتاب في صفحة 312 وضح كده من كلمة التجزئة اننا هنجزق المسألة ونحلها على مراحل موجود معنا المثال 897 على 4 ونلاحظ المسألة مكتوبة بطريقة مختلفة المرة دي عن اللي تعودنا عليها اولا مسألة الاسمة مكتوبة بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي تعالوا نشوف كده هنلاحظ ان 897 مكتوبة تحت الخط هنا والمقسوم عليه اللي هو اللي 4 مكتوب على الشمال والحل هيبقى ليه خطوات هنشوفها مع بعض وتعالوا نشوف اول خطوات الحل هنبدأ مع بعض من اول رقم على اليسار اللي هو التمانية طبعا بيبقى فيه خط محطوط هنا كده علشان هنا هنكتب الاجزاء اللي احنا بنقسم ليها العدد المقسوم ده اللي هو التمانية 97 طيب التمانية اللي موجودة على الشمال هنا هنسأل نفسنا قيمته هنا كم؟ قيمته 800 طيب بعدها هل التمانية من مضعفات الاربعة؟ يعني هل انا عندي عدد اضربه في اربعة يدينا تمنمية؟ طبعا من دراستنا الانماط الضرب في العشرة والمية والالف هنعرف ان الاتنين في اربعة بتمانية والعشرين في اربعة هتدينا تمنين والمتين في اربعة هتساوي تمنمية معنى كده ان التمنمية على الاربعة هتساوي المتين يبقى هكتب المتين دلوقتي على يمين الخط اللي موجود قدامي وهو ده هيبقى مكان خارج الاسمة يبقى هنا هكتب متين وطبعا المتين دي عبارة عن المتين في اربعة كانت بتدينا تمنمية يبقى التمنمية دي هكتبها تحت العدد المقسوم اللي هو هنا علشان اطرح واشوف هيتبقى معايا كان طيب لما قم بعملية الترح هلاقي اتبقى معايا سبعة وتسعين السبعة وتسعين دي دلوقتي هو بقى المقسوم دلوقتي هبدأ في خطوة جديدة تانية مع السبعة وتسعين وهرجع اسأل نفسي تاني هل السبعة وتسعين من مضاعفات الاربعة لو انا معرفش هجيب مضاعف للاربعة اكون انا عارفه واقل من السبعة وتسعين زي مثلا الاربعين لان الاربعين ابارة عن عشرة فاربعة او التمانين اللي انا عارف ان هي بتساوي عشرين فاربعة انت تقدر تفكر في المضاعف المناسب والقريب من المقسوم بس يكون اقل منه تعالوا نجرب الاربعين لما نقسم الاربعين لما نقسم الاربعين على الاربعة هيدينينا عشرة لأن العشرة فاربعة باربعين وهنكتب الاربعين تحت السبعة وتسعين اللي هو المقسوم ونطرح نشوف هيتبقى معانا كام سبعة وتسعين ناقص اربعين هيتبقى معانا سبعة وخمسين ونعيد العملية مرة تانية يعني هندور على مضاعف قريب مضاعف للاربعة وقريب من السبعة وخمسين اللي هي برضو الاربعين يبقى هنقسم الاربعين على الاربعة اللي هي بتدينا عشرة هنكتب هنا العشرة ونكتب هنا اربعين كمان لأن العشرة فاربعة باربعين ونطرح اربعين من السبعة وخمسين هيتدينا سبعتاشر طيب هل السبعتاشر من مضاعفات الاربعة اكيد لا يبقى محتاجين مضاعف للاربعة يكون قريب من السبعتاشر وقل منها ممكن نفكر مع بعض في مضاعفات الاربعة اللي هي الاربعة التمانية اللي اتنشر السبعتاشر العشرين يبقى اقرب حاجة للسبعتاشر واللي قال منها اللي هي السبعتاشر طيب السبعتاشر دي كانت عبارة عن حصل ضرب كام اربعة في اربعة يبقى هنا هنكتب على الشمال اربعة وهنا هنكتب ناتج الضرب اللي هو كان ستاشر ونطرح سبعتاشر نقص ستاشر هيتدينا واحد والواحد ده هيبقى باقي الاسمة ليه؟ لانه اقل من المقسوم عليه مش يقدر اقسم واحد على الاربعة يبقى هو ده باقي الاسمة وتكون كده ناتج عملية الضرب تعالوا نجيبه هنجيبه ازاي؟ هي الاعداد اللي على اليمين اللي معانا هنا اللي هو 200 زائد عشرة زائد عشرة زائد أربعة ونقدر نكتب المسألة بالشكل ده 800 97 على الاربعة بتساوي 200 زائد عشرة زائد عشرة 224 والباقي وتبقى معانا واحد مش هنقدر نقسمه على الاربعة في ملحوظة مهمة نخلي بالنا منها طالما في باقي للإسمة لازم نعرف ان العدد اللي كان مقسوم اللي هو 897 مش من مضاعفات العدد المقسوم عليه اللي هو الاربعة بعد ما حلنا المثال عندنا اربع مسائل للإسمة مطلوب مننا نحلهم بنفس الطريقة في الكتاب تعالوا نفتح الكتاب ونشوف المسائل اللي موجودة عندنا موجود فيها ايه موجود عندنا في صفحة 312 في جزء تعلم مجموعة من المسائل في المسألة الأولى هنلاقيها 892 على اربعة ودي قريبة جدا من المثال اللي احنا لسه حلينه دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف المسألة رقم اتنين اللي فيها عايز يقسم 590 على الخمسة هنبدأ على طول من اول عدد على الشمال اللي هو ال500 لان الخمسة في المقاد دي ب500 هنقسمها على الخمسة ونفكر هل في حاجة من مضاعفات الخمسة تدينينا 500 اكيد هي مضاعف للخمسة لان طبعا الخمسة في 100 بتدينينا 500 فلما نقسم ال500 على الخمسة هتدينينا 100 يبقى هنكتب المية على اليمين هنا كيف ونسأل نفسنا احنا المية دي كانت عبارة عن كام لما قسمنا كام على الخمسة لما قسمنا الخمسمية يبقى الخمسمية هنكتبهم هنا تحت المقسوم اللي هو 590 ونشوف هيتبقى معانا كام يعني هنطرح 590 ناقص 500 يبقى هيتبقى معانا 90 تعالوا بعد كده نقسم التسعين على الخمسة ونسأل نفسنا هل التسعين من مضاعفات الخمسة اللي انا عرفها هي من مضاعفات الخمسة عموما لان الاحد بتاعها فيه صفر ولكن لانه متسهل علينا نحدد كم في خمسة بيدينا تسعين هنختار مضاعف تاني للخمسة اقل من التسعين زي الخمسين اللي احنا عارفينها ومتأكدين منها ان هي بتساوي الخمسة في عشرة يبقى هنكتب الخمسين تحت التسعين ونبقى عارفين ان احنا لما قسمنا الخمسين على الخمسة داتنا عشرة طيب باقي معانا اي دلوقتي باقي معانا ان احنا نطرح التسعين ناقص خمسين يعني هيتبقى معانا أربعين طيب الاربعين دي عايزين نقسمها على الخمسة اربعين على الخمسة الكم في خمسة يدينا اربعين عارفين طبعا ان الناتج هيكون تمانية هنكتب هنا تمانية على اليمين ونكتب تحت الاربعين اللي احنا قسمناهم وكده مش هيتبقى حاجة علشان نعرف بقى ناتج الاسمة هنجمع الاعداد اللي موجودة على يمين الخط اللي هي المية زائد العشرة زائد التمانية ويكون مجموعهم مية وتمنتاشر تعالوا بقى نكتب المسألة ونكتب الناتج اللي احنا طلعناه ده كانت خمسمية وتسعين على خمسة بتساوي مية وتمنتاشر ومفيش باقي دلوقتي تقدروا بنفس الطريقة تحلوا المسائل ثلاثة واربعة زي ما تعلمنا في الامثلة اللي فاتت النهارده كده تعلمنا طريقة الاسمة بالتجزئة وفي الدرس اللي فات تعلمنا الاسمة بنموذج مساحة المستطيل تعالوا نستخدم معرفتنا بالطريقتين دول واحنا بنشوف مسألة الاسمة اللي موجودة عندنا في جزء فكر اللي في الكتاب في صفحة تلتمية وتلتاشر هسيب لك وقت تفكر وتشوف مسألة الاسمة اللي محلولة بالطريقتين الاختلافات بين الطريقتين في الحل ولما نرجع هنتناقش مع بعض في الإجابة لما ترحت السؤال ده على مجموعة من زميلكم عندي في الفصل كانت من ضمن إجاباتهم أني التشابهات بين الطريقتين أنهم بيستخدموا حقائق الضرب اللي احنا متعودين عليها وكمان أنماط الضرب في صفر وفي الاستراتيجيتين بنحل للمقسوم بأي طريقة مناسبة لنا وبعد كده بنجمع نواتج خارج الاسمة علشان نعرف الحل أما الاختلافات فكانت بالنسبة لهم أني في نموذج مساحة المستطيل بيركز على الضرب والجمع في هنا ضرب وبعد كده بيجمع النواتج اللي تحت أما في التجزئة بيركز على الضرب والطرح لأنه هنا بيبقى يضرب وبعد كده بيطرح كل مرة كلها طرق بتساعدنا في حل مسائل الاسمة المتعددة زي المسائل اللي هنلاقيها موجودة في جزء التدريب هنلاقي مجموعة من المسائل للاسمة ومطلوب مننا نحلهم باستراتيجية الاسمة بالتجزئة تعالوا ناخد بعض المسائل اللي موجودة بجزء التدريب ونحلها بالاستراتيجية دي بس على الصبورة لو بصنا عندنا في الكتاب في المسألة الأولى اللي موجودة في جزء التدريب بتقول أن يمتلك محل باقع العصائر ربعمية وتمانين كوب ويريد تقسيمهم على ثلاث شهور ومطلوب مننا نحسب عدد الأكواب في كل شهر يبقى كده أكيد إحنا هنستخدم عملية الاسمة يعني هنقسم الربعمية وتمانين على التلاتة تعالوا نكتب عملية الاسمة دي ونحل باستخدام الاستراتيجية اللي احنا تعلمناها النهاردة كتبنا الربعمية وتمانين على التلاتة هنعمل الشكل ده هنا المقسوم عليه وتحت الخط هنا هنكتب الربعمية وتمانين وعلى يمين الخط هنا هنكتب خارج الاسمة أو النواتج اللي هتطلع علينا طيب أول عدد على الشمال اللي هو الاربع اللي في المئات دي اللي هي ربعمية نفكر هل العدد ده من مضاعفات التلاتة أكيد لا بنفكر في مضاعف للتلاتة قريب من الربعمية زي التلتمية مثلا لأن التلتمية سهل جدا نجيبها عن طريق أن هي تلاتة في مية يبقى هنكتب المية في ناتج الاسمة على اليمين هنا كده وطبعا احنا كده خدنا تلتمية تعالوا نشوف هيبقى المقسوم هيبقى كام دلوقتي يعني هنطرح الربعمية وتمانين ناقص التلتمية اللي احنا خدناهم هيبقى فاضل عندي مية وتمانين طبعا مطلوب نقسم بقى المية وتمانين دول على التلاتة نفكر هل المية وتمانين من مضاعفات التلاتة من حقائق الضرب أو جدول الضرب اللي انت عارفوا أن التلاتة في ستة بتمنتاشر ومن معرفتنا بنمط كتابة اللصفار في الضرب فيكون المية وتمانين من مضاعفات التلاتة لأنه هيبقى عبارة عن ستين في تلاتة فنكتب الستين في الناتج هنا وهنا مية وتمانين ونطرح هيدينا طبعا إصفار يبقى مفيش باقي والمقسوم عليه خلص وتبقى المسألة انتهت طب عايزين نجيب الناتج علشان نجيب الناتج هنجمع مية زاية ستين اللي هو بيديني مية وستين وهو ده ناتج عملية الاسمة وهنا مفيش باقي في عملية الاسمة تعالوا نشوف المسألة الرابعة اللي موجودة عندكو في التدريب المسألة التانية والتالتة سهلين وتقدروا تحلوه المسألة الرابعة فيها الأعداد خمسمية وسبعتاشر مقسوم على أربعة تعالوا نكتب المسألة ونحلها بنفس الطريقة قادي خمسمية وسبعتاشر هنقسمها على اللي أربعة ونكتب هنا الخمسمية وسبعتاشر وهنا اللي أربعة والخط ده اللي هنكتب على يمينه النواتج تعالوا كده نشوف نفكر أول حاجة في مضاعف للأربعة أقل من الخمسمية اللي هي في المئات هنا لأن الخمسمية مش من مضاعفات الأربعة اللي أنا عارفها فممكن نختار الربع مية لأنها بتساوي المية فاربعة ونكتب المية هنا على اليمين ونقول إن المية فاربعة بربع مية يبقى احنا كده قسمنا ربع مية بس طب هيبقى المقسوم دلوقتي هيبقى كام يبقى هنطرح الخمسمية وسبعتاشر ناقص الربع مية اللي احنا قسمناهم وكان الناتج بتاعهم مية يبقى هيتبقى معايا مية وسبعتاشر دلوقتي المقسوم بقى مية وسبعتاشر والمية وسبعتاشر دي مش من مضاعفات اللي احنا عارفينها فممكن نختار مضاعف احنا عارفين زي مثلا الاربعين او التمانين لأن التمانين دي قريبة من مية وسبعتاشر ومن مضاعفات اللي اربع لأنها عبارة عن عشرين فاربعة يبقى هنكتب العشرين في الناتج هنا وطبعا احنا خدنا تمانين يبقى هنكتبها تحت المقسوم ونطرح المية وسبعتاشر ناقص ثمانين يبقى ناتج الطرح هيكون سبعة وثلاثين وبعد كده المقسوم بقى سبعة وثلاثين هنفكر هل هي من مضاعفات اللي اربعة ولا لا هنلاقي السبعة وثلاثين طبعا مش من مضاعفات اللي اربعة هنفكر في مضاعف للاربعة يكون اقل من السبعة وثلاثين وقريب منها اللي هو اكيد الستة وثلاثين لأن الستة وثلاثين عبارة عن اربعة في تسعة يبقى هنكتب التسعة هنا على اليمين ونكتب الستة وتلاتين تحت السبعة وتلاتين ونطرح الناتج هيطلع واحد والواحد ده مش هقدر أقسمه على الاربعة لأنه هو أقل من الاربعة وبالتالي هيكون خارج الاسمة عبارة عن مجموع الأعداد اللي على اليمين هنا اللي هي مية زائد العشرين زائد التسعة وهيكون مية تسعة وعشرين والباقي واحد اللي هو باقي عملية الاسمة بكده نكون خلصنا درسنا النهاردة اتعلمنا بدرسنا النهاردة استراتيجية جديدة علينا في الاسمة وهي الاسمة بالتجزئة غير الاستراتيجية الاسمة بنموذج مساحة المستطيل اللي تعلمناها في الدرس اللي فات زي ما تعلمنا في عمليات الدرب أكتر من طريقة هنتعلم في الدروس اللي جاية استراتيجيات جديدة لحل مسائل الاسمة لو عايز تزود مهاراتك في حل مسائل الاسمة روح لجزء تحقق من فهمك اللي موجود في الدرس وتقدر تعمل سكان للكود اللي موجود على الشاشة دلوقتي وموجود عندك في الكتاب في صفحة 311 استنونا في الدروس اللي جاية مع استراتيجية جديدة للاسمة واشوفكم الدرس اللي جاي على خير وإلى اللقاء